ليه فضحنا اتهموا الراجل بأنه سيد مراته اللي متجوز الراجل عنده عيلة عشان من صاحب الراجل وقاعد في فندق مع صاحبه اعلقت ده بالتحكيم اعلقت ده بكرة القدم علقته أن هناك صوت واحد لا يعرف إلا السباب هو مالك الخزنة يؤتش سبابه من يشاء ويمنح سكوك الغفران لمن يشاء ويدعي أنه يجلس مع رجال الدولة قال لي الوزير إنك رجل دولة ما تردش على دول مين دول مين اللي بيكلم غيره لا أحد لا أحد يصبح كلاتنبرج شازن ولجنة الانضباط التي يرأسها مستشارين لا يصلحون لأن يجلس معهم هم يقدروا يحكموا على لعيب على غيره لكن أنا لا أنا السباب الأعظم أنا ربكم في الكرة صدقوني الناس للآخر الناس للآخر قناة يوميا سباب في كل اتجاه لجنة الترخيص كان يرأسها مستشار استقال لأنه تم سببه لأنه اعترض على ظروف نادي لم يسدد أموال ولا يمكن أن نعطي صلاحيه لكن هذا النادي يستطيع أن يسجل في أي وقت حتى لو لم يدفع أي نادي آخر لا اتحاد الكرة سبب بكامله لعنى به الأرض لكن التحاد عظيم مهزوز خائف مرتعش تب اتحاد الكرة مرتعش ولجنة لضباط استقالت وكلة تنبيرج هرب وفضحناها في الصحف العالمية زى سان وزميرور أسماء لو قعدت أقول لكم بي بي سي تعمل تقرير عننا قناة طول اليوم عمركم شوفتوا قناة في أي بلد في الدنيا مهتمة بالنادي آخر الناس بتطلع تشتم بالنادي الآخر وما لا أشجعه وبين نادي بيها بيحصل فين المجلس الأعلى طلع بيان قال علينا جميعا يعني نراعي الأخلاق والقيام الحمد لله هنراعي آخر تسجيل سمعته قالك مسؤولين في الدولة قالوا لي اهدى شوية هدقت بس فلان ابن فلان اللي أم وكذا وفلان اللي فلان اللي مصاحب فلانا وفلانا الفلانية اللي سكنت تحت فلانا وجوزها بينزل لها باللي مش ممكن مش ممكن هذا هو حال الرياضة في مصر لا يشغلنا بطولة ننظمها فرق نعتني بها نقول الجيل التاني نشرع خطتنا للمستقبل لا يوجد لا يوجد شيء عندما تتداخل كل الأطراف في بعضها البعض فيصبح الموزيع مقدم البرامج المحلل هو المسؤول في اتحاد القرى أو في رابطة الأندية والمسؤول في رابطة الأندية هو المسؤول عن نادي والمسؤول عن نادي متهم بأنه ينتمي للإخوان المسلمين فين الكرة في اللي احنا بنتكلم فيه ما فيش كرة فين الدولة في اللي احنا بنتكلم فيه فين العاقل الرشيد اللي يقول كفاية بقى اللي يقول احنا عندنا هموم متكلم متعتنا الوحيدة البتاعة المدورة اللي بيجر وراها 22 واحد عشان يتسلوا قيل عليهم وقيل على الحكم ودهبل بشرط مسج صفارة مراته تقول عليه وقال يصفر قيل على حمر الريا واضع بيت مسج خشبة وبيجرع الخط تصدقوا ما تكلموش وما زعلوش تصدقوا حتى لو زعلوا تكتموا كلاتنبرج قال تحتوا الكرة لما كلاتنبرج مشي وقال إن كانت الحكم بتتغير بدون معرفة كلاتنبرج شل أسماء قال لا تصلح رجعت ومسجت مناصب كلاتنبرج كل اللي اتحاد الكرة التام بيه هندور في العقد وحندفع الشرط الجزائي الفضيحة أكبر من الشرط الجزائي هو قالك ما عنديش شرط الجزائي أصلا أنتو بتتحكوا على مين طب ما تردوا علينا وتقولولنا تقولوله أنتو بتغيروا الحكام ليه ليه غيرتوا الحكام ليه حكام شلها ورجعتوها ليه اللي بيعترض عليهم بتعملوه لا شيء هو بس خلاص فيه مجموعة وحد قرر أنه يمشي فيمشي بس انطلعوا شاز إيه رأيكم يطلع شاز يروح لاتحاد الكرة يقول له احميني أنا بتهان فيتقاله ما احنا تهاننا ما احنا كمان بنتهان يعني إيه عمي خلينا كلنا في الهوى سوا ما هو اللي حيتكلم ما أنا حتشتم كتير اللي أمني جايين بس أنا لا يعنيني أشخاص أنا يعنيني بلدي صورة مصر اتفرجت على برنامج تنسي يا للعار وهو بيتكلم على المستوى الأخلاقي المتردي الذي تعيش فيه رياضة المصري المستوى مش عارف أقولوكو إيه من الذي يدعم هذا أنا باعد أسمع وناس كبروا المسألة قوي وقال لك ده الرئيس الرئيس مين الرئيس كل يوم في حتة وفي بلد ومشهول في ألف حاج من اللي بيدعم هذا الفساد من اللي بيدعم هذه اللغة المنحطة اوعى تصدقوا إن الناس بتنشغل هتنشغل عن إيه ما هو وقعنا عندنا ألم وبينواجهها ودي بلدنا وحنعيش فيها وحنوقف وحنعدي بيشغل الناس عن إيه الاحتقان أسوأ التعصب لما كان فيه تعصب في بريطانيا الكرة بازت وكانت فضايح لحد ما حطوا قوانين صارمة اللي بيتكلم كلمة عن حكم ممكن يتشطب من اللعبة دي نهائي ما بقى لكم بقى طب أنا لعيب كرة كلمني في الكرة أنا في الاتحاد ليه تكلمني عن أمي والبيت سعاد والأخت هناء واللي كانت جايبك فين ولما روحت وعندك قضية إيه علاقة ده بالكرة أي حد يطلع يتكلم في الكرة لكن بنجرس الناس فلنذهب للقضاء خلاص اذهبوا للقضاء القضاء يصدر أحكام ولا تنفذ ويدعي أنه باسم القانون طب زا كنت بعد سنين في القضاء وأنا على شاشة تلفزيون بتشتم أنا ومراتي وصحبتي وأختي وبنتي وبويا وأمي وروح القضاء وقعد سنين وفي الآخر هيتوقف طب إيه طب نروح فين نروح لمين نروح لمين عشان نحافظ على صورة مصر بس على الرياضة في مصر